نبقى في ملف الانتخابات حيث حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطلع أيلول المقبل موعداً لتنفيذ أول محاكاة لاتخابات مجالس المحافظات وقال مدير الإجراءات وتدريب المفوضية داود سلمان إن المفوضية تعتزم القيام بأربع عمليات محاكاة مبينة أن موعد أو مبينة أن موعد إجرائه أو الإجراء الأولي سيكون مطلع أيلول المقبل وضيفاً أن العملية ستتم بمحطة واحدة في كل مركز تسجيل للمحافظات المشمولة باتخابات مجالس المحافظات فقط لافتاً إلى أن هناك 906 محطات إضافة إلى محطة واحدة في كل مكتب محافظة أي 21 محطة ليكون المجموعة في المجمل 927 محطة والتي ستكون مهيئة لعملية المحاكاة تابعنا ورقة الاختراع ستكون مخصصة للتدريب والمحاكاة وتتناسب مع حجم المحافظة